كاريمانسي جيدوهيم باررف نفسي كاريمانسي جيدوهيم مرشح عن دايرة 6 أكتوبر الوحات الزايد طبعا تجديد الكشف الطبي بناء على طعم قدمه أحد السياسيين الغرض منه تعطيل العملية الانتخابية واستكابة الدولة ده كلام مش مسبوك قانون ممارسة الحوال السياسية بينص على منون معينة نحترمها كلنا نصبح في يوم من الايام نحترم القانون ونصبح دولة القانون ما يصحش ان احنا بعد ما نقدم اوراقنا اللجنة اللي انتخابية اجتمعت وحطت القواعد والقوانين اللي هنمشى عليها وفجأة كده يطلع علينا حد الحوص وإلا مش هنخلص من الطعون دي منينا لغاية في يوم الايامة يعني مجد الشعبة مش هينعقل في خطس إذا استجابنا الابتزازات بعد المرشحين كنت روعت حضرتك في قرار المحكمة قرار المحكمة ببطلان اكتشف الطبي قرار المحكمة ببطلان اكتشف الطبي حضرتك لو حضرتك بقى قلت عملت القرار صح وقلت طبعا ان دي تم على نفقة الدولة المرة التانية وقصة اني عارف من المرشحين قامت سباة المحكمة وحضرتك دلوقتي العداء بتقولها اسددي الف ونص طب انا مسددة هيكتشف مرتين فين العداء فيه حاجة اللي لسه مقدم من بارك سابت مرة واحدة يا فين العداء دي ولا احنا بنتحك بقى بعض التزديدات السياسية وبس نتحك على بعضين عايزين نصبح في يوم دولة القرار وإذا كان فعلا جد المفروض اللي مقدم يقدم كل عائلة عشان نعرف عيلتم في عليها احكام ولا اي حاجة اتمنى ان يكون الطلب ده طلب المحكمة او حد طاعا بالكيفية دي بكبعة ايه؟ عشان نضمن اللي دخليه تكون فعلا فينا ذاته لكن ده اللي ما تصارش